كان لحضرتك تعاون مع شركة ديزني العالمية؟ أيوه شركة ديزني قررت أنها تعمل محطة تزيع عليها أعمالها فكانت المحطة دي موجهة للعالم العربي فقرروا أنهم يعملوا دبلاج صوت مخالف بالعربي لأفلامهم فكان البداية في الأسد الملك لا ينكيك أيوه فالشركة بعتت الفيلم مصر وبعتته دولة أخرى عربية على أساس أنها تشوف أنه فيهم النسخة هتطلع أحسن فيكمل فالحمد لله استقرت شركة ديزني في مصر سنة وقت طويلة بعدها جميل كان بأي لهجة؟ لهجة العمية العمية المصرية احنا كنا الحقيقة مصرين على مسألة العمية دي ولما بعد كده شركة ديزني ابتدت تترجم مع شركة أخرى برا مصر بالفصحة حصلت حملة اسمها ديزني بالعمية المصرية والحملة دي ما كانتش من مصر كانت من الدول العربية يعني كان هناك مطالبة باستخدام اللهجة المصرية لأنه اللهجة المصرية فيها ألفظ كتيرة محببة ومفهومة في كل الوطن العربي وخفيفة الروح فبالتالي كان الناس حبيتها يعني من الأفلام احنا أنا شخصيا اشتغلت مع شركة ديزني حوالي 12 فيلم وبعد كده توقفت الأسباب خاصة بي إنما ده عمل أرضية للدبلاج باللهجة المصرية فخلى الناس ترتبط قوي باللهجة المصرية في الأفلام بتاع ديزني والحمد لله يعني كان الأفلام يعني ليها سمعة طيبة جدا درجة أنا أفاكر إنه كان أول منزل ليون كينج في السينما كان فيه سينمات بتعرض النسخة الإنجليزي وسينمات بتعرض النسخة العربي شوية بشوية النسخة الإنجليزي قلت بتده يعرض النسخة العربي وما زلت الغد قريب بتلقى حتى الآن كلام ده من 95 بس بتلقى لحد الآن رسائل من ناس معرفهاش بتشكرني على الأفلام اللي أنا عملتها مع ديزني إن هي صنعت يعني طفولتها طبعا فأنا سعيد الحقيقة بالتجربة دي ترجمة نانسي قنقر